أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالقرارات المهمة التي تخذها البنك المركزي مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث شدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي مؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم هذا وشدد مدبولي على استمرار التنصيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة بما يسهم في تخطي تحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة